في جديد الملف الروسي الأوكراني قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها ضربت خلال الـ 24 ساعة الماضية أهدافاً أوكرانية بما في ذلك مجموعة من المعدات العسكرية المقدمة من الولايات المتحدة بالإضافة إلى مستودعات للذخيرة ومحطات الحرب الإلكترونية التابعة للقوات الأوكرانية الوزارة أضافت أن منظومة دفاعها الجوي أسقطت ثلاثين طائرة بدون طيار أوكرانية وصواريخ متعددة من جاتها أفدت هيئة الأركان العام للقوات المسلحة الأوكرانية بوقوع 85 اشتباكاً مع القوات الروسية مضيفة أن الوضع على خلط المواجهة ما يزال محتدماً